أسمع رسائل كابتن أسامة عربي نبتدي مع بعض بأول صورة رسالتك لكابتن ضياع السيد كابتن ضياع مدارب كبير وتمنى له التوفيق وأكيد أنا متأكد أنه هو بيقول رأيه بكل قوة مع ميستر كيروش وخليه ماشي زي ما هو وربنا يوفقه إن شاء الله نروح للصورة اللي بعدها كابتن سيد عبد الحفيز طبعا أولا زابلته لاعب وعاشت معاه وأنا مدارب وهو مدير كورة من الشخصات الجميلة جدا ورجل مالي مركزه بقاله فترة وبالتوفيق إن شاء الله رسالتك ليه لو تحب توجيه له رسالة لا أقوله امشي بنفس الخطوات وخليه مركز في شغله المهم النتائج هي اللي بتتكلم يعني طمعا أكرم توفيق من أكتر اللعبة اللي أضافت للنادي الأهلي والكرر المصرية واعد جدا شخصية قوية جدا أنا من جواب أتمنى إنه لعبة كتير تبقى بنفس الشخصية دي ونفس الروح دي ونفس القوة دي ونفس الأداء دا رغم إنه هو عايز يكتسب حاجات وأنا أعتقد دي هيكتسبها بالوقت لعب في نصف ملعب كان هايل لما لعب بكرايت ملم كانوا في النادي الأهلي والمنتخب لكن أكيد الخبرات هتزودوا كمان حاجات أكتر وبس هو بس فيه لحظات ومعناها ميزة بس أحيانا تبقى عاية هو قوي جدا في الانقدادات ووحد الدواح والانتحامات بس أحيانا للاندفاع الزيادة بيكلفوا شوية بيكلفوا شوية بعد أكرم عندنا أستر ياسين منصور طبعا يعني رجل من أجمل شخصيات اللي قابلتها في النادي الأهلي سواء كان عوض مجلس إدارة أو على المستوى الشخصي يعني رجل محترم جدا ويعني مكانته كمان يعني هو رئيس شركة النادي الأهلي طبعا أكيد هيطور فيها لأنه واحد من أكبر رجال عشان كده فنعطيني الرسالة مهمة جدا يعني واحد من أكبر رجال الاقتصاد في مص وعقلية كبيرة وراجل محترم يعني إرسالتك لي أول ما تبتدي الشركة وأعتقد جماهير النادي الأهلي كلها مستنية شركة الأهلي الكورت القدم رسالة أكيد هيطول تدعمات قوية والنادي الأهلي يعني يحافظ على مكانه ويزيد كمان يتطور أكتر يعني إن شاء الله حسام حسن حسام حسن لعيب كويس ومهاجم مهم بقول له لازم تدوس على نفسك أكتر لأن تشيرت النادي الأهلي مش سهل يعني فلازم يعني يستغل كل فرصة تجيله مش فرصة يعني أصدت فرصة تسجيل فرصة لعب سواء وقت قليل أو وقت كبير أو ماتش ودي وأتمنى له التوفيق مع فرصة النادي آخر صورة معنا كابتل محمد عادل محمد عادل أنا من وجهة نظر الشخصية إنه قدر الماتش بشكل كويس وكان مجيد باستثناء هو يعني التصريح اللي قاله ما عجبنيش على المستوى الشخصي لأنه يمكن هو كان عايز يفسرها بطريقة معينة لكن ما فيش حاجة اسمها إن أنا أحتوي الفريق المنافس عشان النتيجة ما تزيدش هو ما قالهش بالنتيجة ما تزيدش بس هي اتفهمت عند الناس كده شرفت ونوارت كابتل موساما شكرك شكرا جزيني على وجودك معنا في السادسة النهاردة أنا موساما وأشكر حضراتكم على المتابعة وعلى خير إن شاء الله نتقابل في نفس المعاد على ششة النادي الأهلي تحياتي لحضرات